السلام عليكم في ساعة علماء النفس من غير المسلمين بيسموها الساعة السحرية عارف الساعة السحرية دي اللي انت لو عايز تنجز اي عمل او تنجح في اي مشروع لازم تغتنمها عارفين الساعة دي امتا؟ الساعة دي بعد صلاة الفجر لحد كده الكلام كويس الدكتور حصام موافي الله يطول عمره بيقول ايه؟ بيقول انه هو كان في احدى المؤتمرات وبعدين توصله الى ان الانسان بيصاب بالجلطات ما بين الساعة اربعة للساعة تمانية الصبح وان الواقع من الجلطات ان الانسان يقوم في التوقيت ده ولازم يبرد اطرافه يعني ايده ورجله ووشه ببعض الميا علشان كده ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته بعباده فرض عليهم صلاة الفجر وخلها فرض من السنة بالمناسبة صلاة الفجر دي صلاة معجزة قادر على تحقيق اهدافك وكل امنياتك باذن الله سبحانه وتعالى وعلشان كده انا محتاج وانا بتكلم عن ساعة الفجر او عن صلاة الفجر اقول لك خلي بالك ناس كتير قوي تقول لك انا كنت بصلي الفجر وبطلت اصليه او انا معرفش ايه اللي بيخليني مبصحاش او حيجة كتير قوي خلي بالك ان ربما يكون عدم استيقاظك لصلاة الفجر من قبيل العقاب الغير محسوس من ربنا سبحانه وتعالى لان احنا عندنا عقابين عقاب محسوس او مادي وعقاب غير محسوس كتير مننا بابنتبهش للعقاب غير محسوس لما تفقد سبحتك ده عقاب غير محسوس يعني ايه عقاب غير محسوس يعني السبحة ضاعت اعمشيك لا مش معنى فقدان السبحة ان حضرتك سبحتك ضاعت لا انما لما تفقد حضرتك كسرت الزكر وكسرت الاستغفار بعدما كنت ذاكرا واستغفرا لما تفقد حضرتك عبادة انت كنت بتعبد ربنا بيها او قربة من القربات اللي كنت بتتقرب بيها وحضرتك تسلب هذه النعمة فاعرف ان ده من قبيل العقاب الغير محسوس من ربنا سبحانه وتعالى العجيب ان صلاة الفجر اللي كلنا بنغفل عنها الا مراحمة ربي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يدي الامان الانسان اللي يصلي الفجر من النار علشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لن يلجى النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعلشان كده سيدنا الحبيب ايضا صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ضمة الله يعني ايه في ضمة الله يعني في امان الله في ضمان الله في عهد الله مش كده وبس صلاة الفجر يا جماعة بتجلب الرزق الواسع صلاة الفجر بتطرح البركة في الوقت صلاة الفجر تفعل ما لا تفعله بقية الصلوات وليه الكلام دوت لان اهل الفجر هم اهل النور مش تقليل من شأن بقية الصلوات وانما اعترافا بفضلها خلي بالك من الكلام ده كويس اوي الكلام ده ما جبناوش من عندنا انما لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على الصلوات بجهة العموم ويجي يتكلم على صلاة بجهة الخصوص يبقى ربنا بيعلم من قدر هذه الصلاة وبيلفت النظر اليها ركز كده ربنا بيقول ايه في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وغموا لله قانتين ولما النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان اللي حافظ على الصلاة دي تستغفر له الملائكة وتدعو له الملائكة ويكتب له اجر حجة وعمرة تامتين 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 واصحاب صلاة الفجر في المساجد لهم نور خاص يوم القيامة يبقى النبي بيلفت النظر ان الصلاة دي لها خصوصية خاصة علشان كده ركز في الصلاة دي ووعى الشيطان يضرب على اذنك فلا تستيقظ لصلاة الفجر طب ازاي اصحى لصلاة الفجر يا عم الشيخ مع اني بظبط المنبه كتير هقول لك انا قلت لك في البداية ان ده حقاب غير محسوس علشان كده اللي عايز يوفق لصلاة الفجر محتاج برضك عمل غير محسوس ايه العمل غير محسوس تكثر من الاستغفار ومن التصدق بنية ان يرزقك الله صلاة الفجر ومن الصلاة على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بنية ان يرزقك الله صلاة الفجر ده كله بعد ما تاخد بالاسباب تنم بدري وتزبط المنبه اكتر من مرة علشان تصحى والاهم ان انت تكون عندك العزيمة والنية ان انت ان شاء الله هتقوم علشان تصلي الفجر علشان ربنا سبحانه وتعالى اعدى لاهل الفجر ما لم يعده لغيرهم اسمع كده ربنا بيقول ايه في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ربنا خف النعيم بتاعهم وخف الجزاء بتاعهم تشويقا لهذه الامة من اجل ان يحافظوا على هذه الصلاة اسأل الله العلي القدير ان يجعلنا من اهل الفجر ومن المداومين على تلك الصلاة ومن المشائين في الظلمات الى المساجد انه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم